موسيقى 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 وراحة البال اليوم أنا وياكم بدنا نعمل أشياء هكي بسيطة سريعة نمشي حالنا إحنا الستات ما بدنا نطير الطبخات الدسمة ورح نعمل هالطبخات الغالية اليوم باستخدام الفخار ورح نحكي كتير عن التفاصيل وكمان رح نستقبل اتصالاتكم عبر أثير الهواء مباشرة والاتصالات من خلال الأرقام اللي عم تظهر أمامكم هلأ بعد قليل بأسفل الشاشة أهلا وسهلا بالطيبين وكمان رح نعمل طبق ثاني واللي هي حاملة أنا مبارح كنت في الغور أما شوفت شوفات إشي بشرح القلب والخاطر الله يضيم خيرها البلد وعزها إشي برد الروح فجبت معاي شوية حاملة وأنا جاهزة حتى أعطيكم وصفة على طريق جدي كان يعملها على الحطاب بإشي زي الصاجية بس كتير قديم كان طعمه كتير زاكي أنا اليوم سويت لكم إياها بالفرن وبسعدني أقدم لكم هالوصفة أكيد مع محلول الحامض صح في ملح بس كمان رح يكون في حامض بسم الله وعالبركة الله نبدأ كل التفاصيل نحن أخذها برفقة الزملاء الغاضل بالقلري الفنيين المصورين تحياتي لهم فردا فردا دون استثناء لصغير قبل الكبير الله يعطيهم الصح والعافية وكل سنة وهم سالمين خلنا نشوف أنا وياكم هالمقادير الحلوة وهالألوان الجميلة اللي جبناها من خلال تسوقنا لأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حدثوا لا حرج الأسعار والخصومات بمناسبة اقتراب الشهر الفضيل انبساطة كثير صراحة من الأسعار الموجودة والعروض اللي فعلا بتحاكي الواقع يعني عروض عروض السعر لما أقارنه بأي مركز تسوق آخر كثير عم بلاقي فرق كنت بالدمان أفكر أنه آه في فرق بس لهالدرجة ما كنت متوقعة صراحة فكل التوفيق لكل مؤسسات الدولة الوطنية والحكومية جميعا أكيد والله يوفيهم دائما خلينا نشوف مقادير لتحضير دجاج الزعتر أنا بتفروجة صغيرة رح نعمل لها سوس اللي هو الزعتر والتوم يعني التومة رح نحطه نكها هو رح يكون الأساس خلينا نشوف المقادير وبعدين رح نطبق مع بعض بسم الله لتحضير فروجة الفخارة مع صلصة التوم والزعتر بدنا دجاج كامل مغسول جيدا جزر مقطع قطعة كبيرة عشان يتحمل درجة حرارة الفخارة بطاطا مقطعة قطعة كبيرة ومؤشرة طبعا والقليل من الزيت النباتي خلطة البهارات بدنا ملح وفلفل من الكسيح بالإضافة إلى كركم وكاري من بهارات إسناد السعودية هيل مطحون باودر بابريكا خشنة وبهارات الدجاج من بهارات إسناد خلطة الزعتر هي زيت زيتون حصرا بس أنا رح أكسرها شوي لأنه الدنيا برد بخاف عليكم تاخدوا برد فرح أكسر زيت زيتون مع زيت نباتي توم مهروس وزعتر ناشف نعم زعتر ناشف أوريغانو أول إشي بدنا نعمل خلطتين دايما أنا بقول إحنا شعب نحب الجاج ونحب الرس صح؟ وبنحب الخبز فهدول الثلاث شغلات لما يكونوا موجدوني بتشعري أنه أبناء العائلة مبسوطين الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة بهمني أسمع أصواتكم الحلوة أخد باور منكم وكمان بهمني أسمع تحضيراتكم للشهر الفضيل وطلباتكم إذا كان عندكم طلبات أكيد رح نعمل خلطة لبهارات ولا هي؟ تبركة عشان تعطيني لون حلو للجاج كوركم عشان يظل لون الجاج فاتح ويتحمل درجة حرارة الفخارة درجة الفخارة كتير عالية درجة حرارتها فأنا حطيت كوركم تقريبا ربع معلقة رح أحط شوية هيل مطحون باودر لنكهة الشرقية فلفل نعم فلفل أسود من الكسيح وكمان رح أحط لكم شوية ملح من الكسيح كل منتجات الكسيح موجودة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية صراحة يعني كمية هيكة التنوع الموجود اشي كتير بريح للمتصوّة كمان رح نحط كاري وابهار دجاج من بهارات السناد الكاري تمام هاي الكاري يا ستة العزيزة وكمان رح أحط بهار الدجاج ألوانهم حلوة وبهارات خشنة والأحلى من هيك بأنه صراحة البهار بيكون واضح لأكل وطعمه كتير زاكي فرح أحط من بهارات الدجاج حسب كمية الدجاج المستخدم وكمان رح نحط كاري وبالأول وبالآخر شو أنت بتحبي نكهة للدجاج أو الصواني هذا إشي برجعلك تقدر إنك تستخدمي أنا بعطيكي بس خلطتي فقط مش أكتر ولكن أنت أشتر منه بألف مرة أكيد لا شك حطينا البهارات جهزنا خلطتنا وعملنا هالمكس الحلو من البهارات المستخدمة رح نعمل مكس سريع للبهارات هاي أول خلطة تمام الخلطة الثانية رح تكون هاي تعلمتها من حدا كتير كبير بالعمر وكتير عندهم الجاج زاكي فأنا يعني التوم مش كتير بحبه بالشتاء لأنه ممكن أنه يأذي أو اللي بيأخد برد بغلبه اللي عنده القلون الجهاز الهضمي فكل هاي شغلات إحنا ما بنقدر الستات يعني نوعا ما نستغني عنها لأنه بالأول والآخر ابني وابنك زوجك عمك خالك أبوكي هو اللي بده يأكل فبهلمك يكون مرتاح بلقمتك كل جاجة بدها تقريبا من أربع لخمس سوستوم إذن إحنا عم نحكي عن معلقة صغيرة من مهروس التوم حبيتي تعملي مكس بين التوم الفرش والتوم الباودر بصير هاي واحد تمام الزعتر الناشف إحنا بنحكي عن معلقتين كبار إذن أنا عم بحكي عن نكهة جدا واضحة بدها تكون تمام التوم والزعتر رح ينزل مع الزيت عن قطعة الدجاج كيف بدي أخليه يشد على الجاجة نفسها؟ ملح الملح بيخلي التوم والزعتر مع الزيت يغلي في الجاجة صح مفروض زيت زيتون لحاله بتحبي تحط زيت زيتون وزيت نباتي بصير أنا صراحة رح أخلط لتنين زيت نباتي وزيت زيتون بس كرمالي نحافظ على الصحة بهالبردات بهالطريقة تمام وهيك بيكون معاي كمان الخلطة التانية أو الميكس التاني جاهز لحتى نغلي في الجاجة إذن بدك تبه رجاج وبعدين نحط له اللي هي خلطة التوم والزعتر هاينا جهزناهم بعدين لما بنقول إحنا توم وبنقول كمان بهارات وبنقول فخارة إذن في عندي درجة حرارة عالية هاي الفخارة هي عبارة عن نوع من أنواع قدور الطبخ للي بتابعنا من خارج المملكة أو المقيم بأوروبا في منهم معاها غطايا وفي منهم بدون غطايا هلأ هاي الغطايا فيها هاي الثقوب هاي الثقوب عشان تخلي درجة بخار الماي جوة دور صح بدون ما تنضغط معايا الفخارة هاي واحد اتنين رح أشيل الغطايا وتشوفي قديش ارتفاعها عالي جدا شوفي ارتفاعها يحلالها المقلوبة ولا المحاشي فيها أطيب فيها أطيب إشي الجاج اللحمة كتير إشي ذاكي هلأ هاي الأنواع من الفخار بتحمل حطب فحم مؤدة حطب فحم غريلات مثلا بالفرن على الغاز كمان بقدر أساوي فيها إدري مقلوبة أي نوع من أنواع الطبخات اللي فيها رز اللي بتجيبوها من طرف الشارع اللي مائلها غطايا وشكلها مدور دايما بنحكيها ورح أضل أحكيها وأعيد للي بتابعنا من جديد الفخارة اللي بالشارع لازم ما بننقعها بماء يومين مش بدي أحطها في الماء بتجيبي ماء بتعبيها جواها يومين بحشوية شوية تحسيها نقصة في الماء تقولي بصر وين الماء راحت اتبخرت هاي الماء تشبع فيها جزيئات الرمل المخبوز اللي هو الرمل الأحمر أو الطين الحمرة كيف بدي أعرف إنها صح ولا مش صح بأول استخدام تعبيها ماء أسبوعين بعدين بتكبي الماء بتجيبي زيت نباتي وبتدهنيها من جوة منيح وهي فاضية حطيها بفرن محمى مسبقا على أعلى درجة حرارة إذا طقت اعرفي إنها مغشوشة شو يعني مغشوشة؟ ما انخبزت صح بالفرن ووصلت الدرجة الحرارة المطلوبة وما دخل فيها نوع الطين أو الرمل الأحمر الصح لحتى صارت معاك وهو الطين طبعا وما صارت معاهم بالطريقة السليمة بس عملوا لك فريم وباعوكي إياها من وين أشتريها أطراف الشوارع؟ وانت نازل على إربد وانت رايحة على جرش وانت رايحة كل لياته الخير موجودة على أطراف الشوارع هلأ هاي بتلاقي منها بمحلات وبتلاقي منها بالشارع تمام؟ الخضار بدنا خضار تحمل درجة حرارة الفخارة إذن عشان يلحق الجاجة لأنها كاملة الجاجة بدها ساعة ونص فيها لأنها كاملة إذن أنا عم بحكي عن خليني أحكي خمل معين لحبة البطاطا وحبة الجزر الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة أهلا وسهلا بالطيبين شوفي حبة الجزر قديش رح أقطعها كبير لأن أنا إذا أطعتها أصغر رح يصير لونها غامق من درجة حرارة الفخارة بالإضافة إنها رح تستوي بسرعة فأنا عم بكبر الإطعة لحتى تلحق درجة استواء البطاطا وهيك إحنا عم نشتغل على درجات صحيحة إذن مهم كيف أقطع الخضرة لو بدي أحط معاها كوسة رح أخليها زي ما هي القشرة بتحملها ولكن الكوسة فيه سوائل فبستوي بسرعة فإحنا بدنا نتعامل بطريقة منطقية مع الخضار وتقطيعها لحتى تطلع معاي الأمور تمام تمام وهاي تقطيعة الزيكزاك هاي ها شوفي تقطيعة الزيكزاك هاي بتعطي شكل حلو كمان معاكلة اللي هي الخضار موجودة بالمحل أدوات منزلية والمؤسسة العسكرية الطابق الثاني فيه أدوات العناية الشخصية ومواد التنظيف والفاين وإلى ما إلى ذلك والطابق الثالث أدوات منزلية حتى جهزوا كمان للشهر الفضيل فشوفي كيف أنا عم بقطيعها كبيرة لحتى تلحق درجة حرارة الفخارة طيب بعدين شو بدنا نساوي هاي اطعتها تمام رح نبهر البطاطا لحال ورح نبهر الجزر معاها أما بالنسبة للجاج فرح نبهره لحاله والسبب إنه إحنا عم نحكي عن اللي هي نكهة الدجاج رح تكون شوي مختلفة نفس البهارات اللي أنا حطيتها بس على الخضار رح أزيد الزعتر لأنه ما رح يلحق ياخد الزعتر من الجاج فرح أحط البهار اللي فيه الملح والفلفل والبابريكا والهيل والكركم إلى آخره رح نحط كمان شوية الزعتر الناشف بهالطريقة وبعدين رح أحط معاها اللي هو زيت نباتي الخضرة بدك زيت زيتون بصير بعد ما تبّلناها بهالشكل رح نتبّلهم هيك تمام ورح أخليهم على جنب بعد ما تبّلتهم منيح على جنب بعدين رح أجيب حبات الجاج أنا أجيبت فروج صغير صراحة طلعي ما أحلاها بكرة برمضاني بتبقي عازم ناس بتحطي له الجاج لزي ما هي مقابيلة صغيرة لسه في أصغر لسه هي 600 جرام فيه 300-450 جرام زغنونة بنحكي عنها فروج صغير أو اللي هي أطلب منه الجاج ولله للحشي رح نجيب البهارات اللي عملناها بسم الله الرحمن الرحيم ورح نعمل مساج خفيف لحبة الجاج كمان من الداخل تمام شوفوا ما أحلاها أنا بحب بحشة الجاج الصغير تبقي لحمة تضي العسل ما بحب الجاجة الكبيرة يعني إذا صار وبدأ أجيب جاجة كبيرة بجيبها ألف قرام يعني كيلو آه هاي هيك عسل عسل طلعلي درم أو الدبوس حتى الصدر بيبقي هيك طري مو ذاكي الجاجة تكبر كتير تمام مسجناها شو بدنا نعمال رح نجيب اللي هي خيط الفرن وفيه أنواع فيه خيوط رفيعة وفيه خيوط آه خميلة أنت بتختاري اللي بدك إياه بناسبك تمام رح نجيب المقص هيك بعدين رح أحطهم بحد بعد صارت معاي أول واحدة جاهزة رح أنقلها والتانية مباشرة بكرة بالشهر الفضيلة الضحة بتصلي الضحة فينا فيستاك ترجع بتنام إلى آخره بس حلوة تبليها بدري منه بتختصري وقت على وقت الإفطار ومنه بتعملي إدارة لوقتك في البيت والأحلى من هذا كله إنه الجاج بياخد النكهة صح فكل ما كان الأكل مشغول صح ما أنت واقفة واقفة وعامل عامل وحطة تكليف وإلى آخره فأنا مع أنك تعمليه بطريقة سليمة رح نرجع نمسج الدجاج من كل الجهات وبعدين نجيبهم فوق بعضهم هالطريقة وبنسكر عليهم نرجع بنجيبهم بالعكس بنشد الخيط حتى ما تفوك معاي الجاجة بعدين رح نجيبهم بحض بعض على الصينية ونجيب خلطة الزعتر والتوم حركة بسم الله رح نمسج الجاج فهذا الجاج اللي بيحكوا عنه مطفى بالزعتر والتوم شو بنساوي بنقضحهم على الغاز وبعدين بحط عليهم عصرة ليمون وبعدين بعد ما الجاج تستوي بصب عليها وبطعمه كيف المطعم بقولك جاج مطفى بالليمون والتوم والزعتر بس جربي شويها شوفي كيف بضل التوم بنكهته ما بيوجع المعدة إلى آخره شايف ما تنسي من الداخل كمان أهم إشي الجاجة تاخد نكهة صح بهالطريقة وبعدين رح نجيبها نتبل باقي الطبخة أو باقي أنواع الخضرة الخضرة إذا حططيها تحت بتخبص لو البطاطا فيها نشويات وكربوهايدرات ولكن على درجة حرارة الفرن رح توقع وتخبص معاي إذا الصح إني أحط الدجاج كيف أتعامل مع الفخارة أول إشي وأهم إشي بدنا نجيب ماء الماء بتجيب الفخارة وهي فاضية طبعا الزيت هذا السؤال اللي دائما بتكرر الزيت بالإضافة إلى اللي هي الماء اللي بدي أنا أعطيها الفخارة كل ما أستخدمها ولا لأ؟ هذا السؤال اللي دائما بتكرر كل ما بدي أستخدمها يا شايف ولا إيش الوضع بس أول مرة فقط أول مرة لما بدك تشتغلي فيها يا سلام الله إذن بس أول مرة بتنقعها بالماء وبس أول مرة بتدهنيها طالما فحصناها إنها تمام خلص هي تمام دائما مش كل مرة بدي أفحصها هلأ شو بدنا نساوي؟ أول إشي بدنا نجيب بكاسة الماء بكاسة الشاي ماء بالأعب هاي وإني زحطت الجاج بالبطاطا شو بده يصير؟ كأنني بدي أغسلها من البهار اللي أنا اشتغلته فما استفدنا إذن راح نجيب بهالطريقة بكاسة الشاي ماء بعدين شو راح نساوي؟ راح نجيب الجاج بس زي ما اتفقنا هون في عندي عظم وهون في عندي منطقة الصدر إذن أكتر مكان بده درجة استواء هو صدر الدجاج إذن دائما نحطها بالعكس ما تحط هيك تنبستها شكلها هيك مش هيك هيك يلا راح نجيبها ونحطها بالآن ونجيب الثانية يلا آآ آآ ما بنحطها على منطقة الظهر لأنه هون في عندي العظم هايو بس بسرعة نعم فإحنا البحاجة اللي هي منطقة الفخد والصدر هاي الصدر لحم إذن إحنا بحاجة لهاي المنطقة لحتى تكون قريبة على النار بهالطريقة راح نحطها دائما بالعكس بعدين راح نحط عليها البطاطا والجزر راح تتفاجأي إنه كمية السائل عم تزيد عشان هيك الأكل معاي ما راح يلزق كيف بده يزيد كمية المي سوائل الحضار سوائل الجزر بالإضافة إلى سوائل الدجاج وهيك بنسوي أحلى فخارة صراحة أنا بحب هيك أعملها لما يكون هند ضيوف بس لما بدي أعملها لأهل بيتي عشان أعطيكم الصح لما بدي أعملها لأهل البيت للأمانة بعمل الجاجة بقطعها بالمؤسسة بقول عند البوتشر شف أو شف الملحمة بقول له أقطع لي إياها ستة أو تمانية بتبقى صغيرة صغيرة وحلوة ما خسرنا الخلطة اللي عملناها بنروح بنحطها على الفخارة والله يعطيك العافية لا تزيد سمنة ولا تزيد زيت خلاص إحنا اشتغلنا فيها وأمورها تمام طيب كيف أحطها بالفرن أول نص ساعة بخليها تغلي لما تبلش تغلي رح أسكر بالغطاي اللي بيشارع ما فيهم غطاي كيف أنا أحط غطاي أصدير طبقتين أول رقة ألمنيوم وبدك تحطيها خليكم تشوفوا شوفي يا ستي إيش بيجنن بدك تحطيها وين بالقع يعني بدها تكون قريبة من منطقة الصاج منطقة الصاج اللي هون بيكون في تحتها شو بيكون في تحتها اللي هي مواصير النار بالإضافة إلى المروحة اللي ورا التنتين دايما في مروحة أقوى من التانية بعض المراوح بتكون على اليمين الأقوى غالبا بعدين شو بتسوي بتحطيها بالنص على درجة حرارة عالية ويشغل المروحة درجة حرارة الفخارة جدا عالية الأكل فيها بيحافظ على رونق المواد الغذائية وقيمتها الغذائية وبيحافظ على سوائل الخضار مشان هيك الأكل بفخار زمان كان أكل زمان أسكل لأنه كان بالفخار وبتناجر الألمنيوم بعد الفاصل رح نطلع فاصل أنا وياكم بعد الفاصل رح نشوف كيف تفتلعوا الجاجر وكيف لونهم وكيف كمان طعمهم اليوم تدوء معنا ترجمة نانسي قنقر عدنا من جديد أسكى إشي إن الفخارة بس هيك ترميها على صنية بالأكل تصبيها وتقولي بسم الله ولكن إحنا أكيد زي ما تعودتوا علينا دائما هذا المناكير لابد منه بنسكبها بيصحن على جنب وبعدين بنبلش إنقدم بطبختنا خصوصا إذا عملتها بالشهر الفضيل لأهلك وحبايبك والكتاكيت الغاليين على قلبك فرح نحط أول إشي الخضار اللون طبعا بسبب وجود الكاري الكاري تبع إسناد بالإضافة إلى اللي هي باقي الإبهارات ووجود الكركم أوجه تحية لكل شركاءنا بمطبخ التلفزيون الأردني إلى الأمام دوما وكل سنة وإنتوا سالمين سميد وطحين الجمل بالإضافة إلى إبهارات إسناد ومنتجات الكسيح بالإضافة إلى معكرونة قوستو الأردنية ومحلي بديل السكر استيفيانا راح تلقوه بكل أنواع الصيدليات منتجاتنا اللي بشتغل فيها إذا بعجبكم أي شيء بتشوفوه على الهواء مباشرة راح تلقوه بأسواق المؤسسة العسكرية إن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين دائماً راح نقدم هلأ طالجاج ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر من نانسي قنقر وأكيد شوية التكسليكعت بسيطة هيك من ست بيت غالية بطلع مع هالأكل أحسن مما بطلع معانا بمليون مره إن شاء الله بالهنة والسعادة وراحت البل.